وعايز أولكم بمناسبة المساعدات الإنسانية النهاردة كان فيه توجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وفيه استجابة سريعة من التحالف الوطني للعمل الأهلي بيجهز قافلة مساعدات ضخمة قافلة مساعدات ضخمة بتستعد الآن للتوجه إلى أشقاءنا في قطاع غزة بتكلم على المسلزمات الطبية اللي طلبنها جميع التخصصات سواء كان في عظام، حروق، كسور وغيره أدوية، مسلزمات، كل المسلزمات الطبية كل المسلزمات الغذائية المسلزمات الأساسية من ملابس، من بطاطين، من أماكن، إيواء، من خيم من مسلزمات معيشة، العمل أو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيجهز هذه المساعدات وتكون واحدة من أكبر قوافل المساعدات اللي بتتوجه إن شاء الله قريبا وبشكل عاجل إن شاء الله هتصل إلى أشقاءنا في قطاع غزة والحية هو ده الدور المصري المعتاد وأكيد ده شيء مش مستغرب ده شيء مش جديد، مش أول مرة نشوفه مهما كانت التحديات، مهما كان الواقع ولكن يظل الدور المصري هو الدور الثابت الراصخ الذي لا يتغير في مساندة أشقاءه في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الأخص عايز أقول لحضركم كمان تطور آخر في 30 مصري من أصول كندية متواجدين في مدينة القدس الشرقية المحتلة كانوا بيزوروا الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة سواء كنيسة القيامة في القدس ذاتها أو كنيسة المادي في بيت لحم وهما مصريين 30 فرد من أصول كندية أو معهم برضو بيحملوا الجنسية الكندية وأرسلوا استغاثات إلى وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لنجدتهم في هذا الظرف الصعب وتوقف حركة الطيران والقصف المتبادل وإطلاق الصواريخ حتى لتطلق باتجاه مطار بنجريون في تل قبيب الاستغاثات وصلت بالفعل بدأت التحركات من السفيرة سوها جندي وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج اتصلت مع سفرنا سفير خالد عزمي سفير مصري في تل قبيب اللي أكد بدوره أنه يتخذ كل الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل مواعيد مغادرتهم كمان السفيرة سوها جندي حب تنية التطمن على أوضاع الأسر المصرية اللي موجودة أو الأشخاص المصريين المتواجدين داخل قطاع غزة تواصلت مع السفير إيهاب سليمان سفرنا في فلسطين وأكد على أن المصريين بالقطاع جماعهم بخير الحمد لله وأعرب عن أمل إن شاء الله أن الأمور تهدأ حقنا للدماء وتأمين الوصول المساعدات الإنسانية لمستحقية